اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين في توقعات مهمة العام 23 والتوقعات اللي انا رأي لكم من عرفة مغربية وقبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وطبعا نظرا لطلب الناس كلها بان احنا ما نطولش في المقدمات ونتكلم على طول في التوقعات بتمنى من حضراتكم بس نعمل لايك وشير للفيديو علشان ده يعتبر دعم لينا ودعم القناة نفسها طيب العرفة المغربية لها العديد من التوقعات المهمة اللي حصلت في السابق وفيه معلومات كتيرة هنتكلم عنها بس هنخليها في نهاية الفيديو لان احنا داخلين الاول على طول نتكلم عن التوقعات نفسها وبعدين هكلمكم عنها وعن المدينة اللي هي موجودة فيها وكل التفاصيل اللي انتوا عايزينها بداية كده في توقعات 23 هنبدأ بدولة المغرب لانها بلدها بدأت توقعاتها بتوقعات غريبة شوية وهي انتهاء التطبيع مع الكيان السهيوني او نقدر نقول بداية تفاوض في انهاء التطبيع هيحصل امر ما ما بين المملكة المغربية واسرائيل هيخلي الموضوع يوصل لمرحلة انهم هينهوا التطبيع او على اقل يبقى كأنه مش موجود مجرد حبري على ورق وهنشوف موقف غير معتاد من احد اعضاء مجلس النواب المغربي في طرد شخصية سهيونية من مملكة المغرب برضو لسبب ما تاني حاجة في توقعاتها شايفة الملك محمد السادس ملك المغرب انه بيشترك مع دولة عربية للوقوف ضد روسيا وده بسبب ان لروسيا هتعمل حاجة مش كويسة في دولة عربية اخرى شقيقة فهيكون ليه موقف كبير جدا وتصريحات مهمة في هذا الموضوع وده بجانب دولة عربية تانية موقف غير مشهود من قبل سيدات المغرب والاول مرة هنشوف سيدة على كرس كبير في السلطة وهيكون لها دور كبير جدا داخل دولة المغرب وايضا اتكلمت على ان في مشكلة هتواجه الجاليات المغربية الموجودة في فرنسا هتتعرض لاهانة او هفي مشكلة هتحصل هتخلي فيه بلبلة كبيرة ما بين الدولتين وتوتر في العلاقات لدرجة ان الرئيس الفرنسي نفسه ماكرون هيتدخل لحل الازمة او امتصاص غضب الشعب المغربي بسبب هذا الموضوع وهيكون ليه قرارات مهمة جدا علشان ترضي الاطراف اما عن تونس في 2023 قال ان فيه ثورة هتحصل في تونس مش بسبب الحكم ولكن بسبب سوء الاحوال الاقتصادية وده في 2023 وده هيكون مطلب جماهيري لاستقرار الشعب التونسي وقالت كمان ان شهر ابريل هو الشهر الفاصل في مصير المرأة التونسية وان هيكون لها دور كبير في تلك المظاهرات او تلك الثورة وفيه محاولة لتدخل الكهان السهيوني في امور تونس ولكن الرئيس قيس سعيد يقف لبلاده بالمرصاد وفيه تعاون ما بين تونس ومصر لانهاء الشغب في الشارع التونسي من الواضح ان للكهان السهيوني الفترة اللي جاية من 23 تدخلات سافرها في بعض الدول العربية على حسب توقعاتها وده هتسبب فيه مشاكل ومنوشات وتوتر في العلاقات ما بين الجهات وبعضها وقالت كمان ان شايف انفجار في احدى المستشفيات في تونس ومشاهد تشبه مرفق بيروت طبعا ما نتمناش ان الحاجة زي كده تحصل في اي حتة وخصوصا في الدول العربية فربنا يستر باذن الله وما يحصلش اي مشاكل وخطر جديد غير الاخوان في تونس وازمة في الغذاء ولكن لن تطول كثيرا عشان كده بقولكم هي كلامها على المطلب الجمهير او الثورة بسبب سوء الاحوال الاقتصادية وليس غيره ده على حسب كلامها اما عن دولة الجزائر قالت ان شايف فيه تعاون جزائري سعودي وصفقات ومبادرات وفيه حاجات كده هتحصل في 23 وممكن كمان نشهد زيارة رسمية للامير محمد بن سلمان وليه العهد لأرض الجزائر لهذا الموضوع يعني والجزائر هتعوض اللي خسرته في 22 وشايف زيارة مهمة للرئيس الجزائري الروسيا وده هيكون الحدث الأكبر والتحدي الأصعب لأن ده بيعتبر مواجهة مباشرة لدول غرب وأمريكا وكمان قالت ان شايفة ان الطرفين المغرب والجزائر مش هيتصلحوا أو فيه فشل للتصالح والتقارب ولكن سيبقى الاحترام والتقدير سيد الموقف لغاية 2024 هيحصل جديد ولكن موضحات شهال الجديد ده هيبقى الصلح نفسه ولا الجديد العكس يبقى الموقف ما بينهم للأسوأ طبعا من نتمنى الصلح لأن الشعب الجزائري المغربي إخواته دايما هم متضايقين من الحاصل ده ونفس الموضوع أنه ينتهي أما عن الصومال في فكرة دولة عربية وتكلمت عنها لأن هيحصل حدث مميز فيها لشان كده ذكرتها في توقعاتها لـ 23 قالت شايفة اكتشاف مرسل من الدهب بيرجع أصوله لعصور قديمة جدا هيغير من حال الصومال وهيكون مكان لجذب الناس وجذب الناس المتخصصة في الأسار وهكذا وهيخلي الحالة أفضل لدولة الصومال أما عن الصعودية قالت إن شايفة موقف إنساني لأمير محمد بن سلمان وليل عهد ممكن نشوفه على أراضي فلسطين والموقف الإنساني ده عنوان الطفولة ومبادرات ليهم ومساعدات مهمة جدا وخصوصا الأطفال اللي ما بيقدروش يخشوا المدرسة بسبب الحروب والأوبئة والسوق الأحوال الاقتصادية والحاجات دي هيكون ليهم مساعدات كبيرة جدا السنة اللي جاي على حسب كلام بالنسبة هنقف كده في النص من توقعاتنا للدول العربية ونتكلم عن موضوع مهم جدا احنا كنا مذكرين في الصورة بتاعتنا او في الفيديو بتاعنا ان في اسم رئيس خائن بتكشفه العرافة المغربية خائن لبلده وخائن للقضية وقالت كمان انها هتكشفه بالاسم فالحقيقة زلك الرئيس الخائن معزرة بتقول ان هو الرئيس الاوكراني زلنسكي شايفاه بيبيع شعبه شايفاه في صورة ان هو بيبيع شعبه في الخفاء لامريكا ولدول الغرب وكمان شايفاه ان هو دايما بيتصل بالرئيس الامريكي جو بايدن عشان ياخد منه التعليمات وان هو عبارة عن عروسة او يعني مش رئيس بياخد هو قراره بنفسه مجرد شكل قدام الناس ان هو رئيسه لكن في الحقيقة هو خائن لبلده وخائن لقضيته وخائن للناس اللي ماتت في سبيل تلك القضية ومش بس كده قالت في 2023 تلك السنة بتحمل رسائل غامضة ومميتة في نفس الوقت رئيس اوكرانيا بعد خيانته لشعبه لان بعد ما يتم اثبت تلك الخيانة اكيد للشعب الاوكراني هيكون لي رد فعل كبير وخطير روسيا تحتل اوكرانيا بالكامل وتمح اسمها من الخريطة لانها ترجع تاني زي زمان كدولة من دول او من الاتحاد السوفيتي الروسي ونرجع تاني توقعاتنا للدولة العربية ومنها جمهورية مصر العربية او مصر وتوقعاتها لها لعام 2023 قالت ان شايفة في محاولة كبيرة لنشر الفتنة الطائفية ولكن المطمئن في الموضوع انها لن تنجح وهتكتشف مصر عدوها الحقيقي وكمان قالت ان في هزة ارضية مقيفة في فجر الشهور الاخيرة من عام 23 وطبعا كل الان بنتمنى ان الموضوع يعدي على خير تأييد كبير من الشعب المصري لرئيس مصر بعد حالة من التوتر في شهر 6 كمان قالت حداد لمدة 3 ايام في الاعلام المصري وذلك لموت احد الملوك العربية الواضح ان هو هيكون مقرب جدا لمصر لان حداد وحزن واضح جدا فيه التوقعات بسبب موت هزة الملوك كمان قالت امطار تصل الى سيول او حتى فيضان وشايفة كمان اغلاق لمطار الكاهرة الدولي لمدة على غير العادة بسبب ايه بقى لكن هي موضحتش ولكن شايفة اغلاق يطار 2023 عام لأيه مع الدول وبقيتها هنتكلم فيها في جزء تاني لسه معانا توقعات لدولة العراق لسه معانا توقعات لليمن لسوريا لكذا دولة والكويت والبحرين دولة كتير تانية تكلمت عنهم تلك العرافة المغربية المشهورة في الرباط في قرية معينة داخل الرباط الست دي لها العديد من المتابعين ولها عديد من الناس اللي بيحبوا يستشيروها في حياتهم هي بتشوف التوقعات مثلا الشخصية لو حد بتكلم عن نفسه او عايز يعرف حاجة عن نفسه مجرد ما تشوفه بتبتدي بتشوف رؤية لهذا الشخص وبتتكلم عن توقعه لها بالنسبة للدول مجرد منها تتكلم او تذكر اسم الدولة كذا مرة بتبتدي انها تشوف توقعات او تشوف رؤى او تشوف احلام لهذه الدولة وعلى اساس كده بتبقى عارفة ايه اللي ممكن يحصل في الفترة اللي جاي وعلى فكرة يعني تلك السيدة مش معروفة فقط على مستوى محلي لو كانت معروفة على مستوى محلي مكناش عارفناها ولكن الست دي تم اجراء مقابلة صحفية لجريدة اسمانية اسمها البايس واتكلموا فيها عن توقعاتها وسألوها اسئلة كتيرة جدا عن مصدر التوقعات وكل الكلام ده اللي احنا ذكرنا لحضرتكم في الفيديو وقدرنا ان احنا نترجمه وننقله لحضرتكم عشان كده السيدة دي مش عادية لا عندها قدرة مميزة وموهبة هي بتقول انها موهبة وبتقول كمان انها لا تتقاض عليها اجر انها موهبة من الله فهي على اساس كده بتتكلم بكل جراءة من غير اي خوف من اي حاجة بكده نكون انتهينا شكرا وده جزء اول مستنيين رأيكم على هذا الجزء واكتبولي الدول اللي حابين نبدأ بيها الجزء التاني في الفيديو الاخر شكرا اشوفكم بخير في فيديو جديد على قرارات مساء الاخبار ما تنسوا الاشتراك يا جماعة واتفعال الجرس وتقولون رأيكم على موضوع المقدمة والكلام ده وآآ كمان اللايك والشير مهم جدا ان ده بيدعمنا بان الفيديو يوصل للناس كلها اللي بتحب النواية دي من الفيديوهات وخصوصا التوقعات آآ شكرا كان معكم اختكم مارين